بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس وفارس وفيش المقطع الجديد مقطعنا اليوم رح يكون خاص عن مدرب النادي الأهلي الجديد المدرب الأوروغواني روبرت سيبولدي قبل ما أبدأ تكلم عن المدرب ومسيرته وماذا قدم والتكتيك اللي اعتمد عليه وجميع تفاصيل هذا المدرب أتمنى لكي نجديد على القناة توقف المقطع الآن وزيما تشايف فوق على الشاشة تطلع على الكلام اضغط عليه واشترك وخلينا نوصل 117 ألف مشترك اليوم باقي لنا قل من 2000 مشترك ووعدي شخص اشترك أنه بإذن الله يستمتع في محتوى القناة الشيء الآخر للإعلانة والتواصل طالع لكم الآن عبر الشاشة حسابي في الانستجرام تابعوني هناك نزل أخبار وفعاليات يومية ولا تنسون من جديد ضغطكم على زر الاشتراك وأيضا ضغطكم على زر اللايك وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثنا عن مدرب النادي الأهلي الجديد المدرب الدولي الأوروغواني روبرت سيبولدي مين هو روبرت سيبولدي؟ أولا النادي الأهلي السعودي أعلن رسميا اليوم عبر حسابه في تويتر توقيعه مع المدرب الأوروغواني روبرت سيبولدي حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر وتم ذكر أن هذا المدرب عنده عدة إنجازات رح نتكلم أيضا عنها لاحقا ولكن خلينا نتكلم من هو روبرت سيبولدي بشكل عام روبرت سيبولدي هو مدرب من مواليد 1965 تحديدا الموافق 24 سبتبر أي أن المدرب يبلغ من العمر 56 عام هذا المدرب درب في مسيرته عدد من الأندية خلينا نذكر لكم هذه الأندية اللي دربها المدرب في مسيرته درب نادي كروز أزول المكسيكي في بدايته كمدرب حراس ثم بعدها أصبح مدرب بشكل عام مع نادي دورادوس المكسيكي ثم انتقل بعدها بعدة سنوات إلى نادي سانتوس لاغونا المكسيكي أيضا وقدم هناك أحد أهم وأفضل المواسم في مسيرة التدريبية وحقق معاهم بطولة الدوري المكسيكي الممتاز ثم بعدها المدرب انتقل إلى نادي فراك روز ثم كروز أزول وأخيرا انتهت مسيرة هذا المدرب مع نادي تيخوانا المكسيكي المدرب طبعا مع كل نادي راح أذكر لكم المدة اللي درب فيها النادي مع نادي دورادوس المكسيكي تقريبا استمر معاهم لمدة أربعة أشهر فقط من الموافق 1 يناير حتى الموافق 15 مايو بعدها يوم راح النادي سانتوس لاغونا المكسيكي استمر معاهم من 18 سبتمبر 2017 حتى 8 أغسطس من 2018 نقدر نقول انه هذه هي ثاني أطول مسيرة لهذا المدرب استمرت لما يقارب السنة وتقريبا نقدر نقول 11 شهر 11 شهر نقدر نقول خلال هذه 11 شهر شارك المدرب في 46 مواجهة أما عن مسيرة مع نادي فراك روز فالمدرب استمر معاهم فترة قصيرة جدا نقدر نقول المدرب يكمل معاهم فقط 5 أشهر ثم انتقل لنادي كروززول المكسيكي وهنا قدم أيضا ثاني أهم مسيرة تدريبية له والسمر معاهم لمدة ما تقارب نقدر نقول سنة وثلاثة أشهر وبعدها حقق آخر بطولاته في مسيرة تدريبية ثم انتقل لنادي تيخوانا المكسيكي وقدم معاهم نقدر نقول أسوأ مسيرة تدريبية له في 13 مواجهة خلونا نتكلم عن حصائيات المدرب بشكل عام هذا المدرب في مسيرته لعب ما يقارب 272 مباراة خلال 272 مباراة هذه انتصر في 105 مواجهات تعادل في 72 مواجهة خسر في 95 مواجهة نسبة انتصارات المدرب 39% نسبة التعادل عنده 26% نسبة الخسارة عنده 35% أما عن الأهداف اللي سجلها فريقو يوم يكون هو مدرب لهم فريقو سجل ما يقارب أو الأنبيا اللي دربها سجلت 300 و 57 هدف والسقبل 330 هدف أرقام جدا عادية مدرب إحصائيات وأقل حتى من إحصائيات بإذنك هاسل علمكم ولكن هذا المدرب عنده عدة نقاط إيجابية راح أذكرها لاحقا في مسيرة مع نادي كروزازول اللي تعتبر تقريبا أفضل مسيرة له المدرب شارك في 44 مواجهة انتصر في 24 مباراة تعادل في 7 مواجهات وخسر في 13 مواجهة أما عن مسيرة الأخيرة مع نادي تيخوان المكسيكي فهذا المدرب عنده 13 مواجهة انتصر في مواجهتين تعادل في 5 مواجهات وخسر في 6 مواجهات سجل فريقه 11 هدف والسقبل 21 هدف إحصائيات جدا سيئة بكل ما نبصدق في مسيرة هذا المدرب الأخيرة أما عن المدرب فالمدرب ذكر اليوم بعد توقيعه للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي في تويتر أنه هو ممتن للأهلي على الفرصة والثقة ووعدهم أنه راح يلتزم وعنده حماس جدا كبير بالتجاوز مع هذا الفريق وإعادته من جديد لمركزه الصحيح ووعد الجمهور أنه بإذن الله راح يبذل كل مجهوده مع الفريق في الفترة القادمة ولكن قبل ما أبدأ أعطيكم رأي نهائي بخصوص هذا المدرب وبعض الإيجابيات والتكتيك اللي استخدمه راح ترككم الآن مع إعلان وارجع عاد أعتذر قاطعتكم بخصوص موضوع المدرب ولكن حاليا عندي إعلان بسيط جدا لأحد المتاجر المميزة جدا هو متجر XJ شرطة تحت سبورت الموجودة جميع طرق التواصل معه والشراء تحت في الوصف والتعليقات هذا المتجر جدا مميز يوفر لكم جميع أطقم الأندي الأوروبية وأيضا أطقم الأندي المحلية فأنا كمثال يا جماعة الخير حابب اشتري طقم الأهلي البنفسجي الطقم جدا جميل فتروح عند هذا الطقم وتسوي إضافة للسلة بعدها تروح لإتمام الطلب وبعدها تختار المقاس اللي تبغاه فأنا كمثال أبغل المقاس يكون لارج تسوي بعدها إتمام الطلب ثم هنا راح تختار الشحنة أو العنوان التوصيل اللي نقدر نقول وتختار المدينة والحي من هذا الكلام وتحط جميع طرق التواصل معاك بعدها راح يجي هنا الشيء المهم يقول لك هنا المبلغ كم 115 ريال فأنت هنا تجي وتحط كوبون الخصم فالكوبون FGH هذا الكوبون يخصم لكم 10% وبالعافية عليكم وخلونا الآن نرجع نكمل حديثنا بخصوص المدرب سيبول دي طبعا عنده عدة إيجابيات أول إيجابية أنه هذا المدرب ما يحب المشاكل ودائما علاقات كويسة مع اللعيبة ودائما يعني مدرب نقدر نقول أنه سمعة كويسة مع أغلب الأندية اللي دربها يعني ما في مشاكل ومن هذا الكلام ويحترم الخصم هذا المدرب أيضا من المميزات اللي عنده في عام 2017-2018 رغم أنه هذا المدرب ما يعتبر يعني مدرب ممتاز وكل الأندية تتمنى لا هو أساسا مدرب حراس ودائما نجيب الأندية كمدرب طوارئ إلا أنه في عام 2017-2018 حصل على جائزة أفضل مدرب في المكسيك وهذه جائزة جدا مهمة اللي كانت طبعا لعلمك مع نادي سانتوس لقون المكسيكي اللي كان في نفس الوقت الجانين يلعب فيه فهم الاثنين حققوا بطوله مع بعض بعدها هذا المدرب ترك الفريق وراح يدرب فريق ثاني والجانيني بعدها جاء للسعودية تحديدا للنادي الأهلي بخصوص هذا المدرب فالمدرب عنده عدة تكتيكات يلعب فيها عندنا 5-2-3 عندنا 5-3-2 يلعب أيضا المدرب بـ 4-4-2 وأيضا يلعب بـ 4-1-4-1 ولكن يعتبر التكتيك الأساسي لهذا المدرب واللي اعتمد عليه دايما هو 4-3-3 وتقريبا مقارب لتكتيك بزنك هاسر حالي وبخصوص هذا المدرب فهذا المدرب ميزة الوحيدة أنه هو هجومي بحت هذا المدرب هجومي لأعلى درجة المدرب هذا ما يفضل الدفاع أبدا الهجوم عنده هو كل شيء تكتيكه داخل رضية الميدان هجومي وفقط لا أكثر هذا الشيء الصراحة أنا اعتبره شيء إيجابي جدا على أقل أنه المدرب اللحل الجديد عنده شيء إيجابي بإذنك هاسي يا جماعة الخير ولا شيء إيجابي لا دفاع ولا هجوم ولا وسط ولا تكتيك ولا أخلاق ويصنع مشاكل مع اللعيبة لكن هذا المدرب ذكرت لكم إيجابياته وبإذن الله أنه نشوف هذا المدرب يقدم شيء للنادي الأهلي في الفترة القادمة يساعد النادي الأهلي على الخروج من مناطق الهبوط زي ما أنتوا شايفين النادي الأهلي الآن في المركز 11 قريب جدا من مناطق الهبوط أو مون نقدر نقول قريب من مناطق الهبوط هو الآن في مناطق الهبوط وقريب من الهبوط عنده المدرب مباراة جدا صعبة سبع مباريات كل مباراة تعتبر نهائي راح يلعب أول مباراةه أمام نادي الطائي السبت القادم بعدها راح يلعب أمام الهلال خارج أرضه ثم أمام الباطن خارج أرضه ثم أبهى بين أرضه وجمهوره ثم النصر خارج أرضه ثم الرائد بين أرضه وجمهوره وآخر مباراة في الدولة رح تكون أمام الشباب خارج الأرض مباراة جدا صعبة بإذن الله هذا المدرب قادر أنه يقدم فيها شيء جيد ويخرج الأحلي من مراكز الهبوط ويضمن مركز في النهاية جيد جدا للنادي الأهلي كل التوفيق لهذا المدرب شخصيا كنت أتمنى خيار أفضل منه ولكن إدارة النادي الأحلي عندها خطة أنه في الموسم القادم يتوقع مع مدرب ممتاز بإذن الله في حال بقي الفريق في الدولة الممتاز هو رح يبقى إن شاء الله ويكون المدرب بقيمة فيتوريا أو خيسوس أو غيره من الأسماء أتمنى النجاح لهذا المدرب وبإذن الله أنه يقدم فترة جيدة مع النادي الأهلي يذكرها لول جمهور في المستقبل شاركوني يراكم تحت في التعليقات بخصوص هذا المدرب وأتمنى ذو وصلتوا لهذه النقطة من المقطع ورسوة مشتركتوا في القناة لازم تقدرون جهود وتعب في هذا المقطع وزي ما تشايفين طالع لكم الآن شعار القناة اضغطوا عليه واشتركوا خلون وصل 117 ألف مشترك اليوم وبإذن الله أكون ما قصرت معكم أبدا علي مين الشاشة فيه مقطع جدا مميز وعلي سار الشاشة فيه مقطع جمل منه اختار أي واحد وأعدك بالذلاني لأعجبك ولا تنسى في اختام كل مقطع تذكر الله عز وجل وتابعني عبر حسباتي الموجودة تحت في التعليقات في الوصف ولان أقدر أقول لكم حبائبنا شكرا لكم ومع السلامة